السلام عليكم حبيباتي واخواتي وكل متتبعي قناة شواتا فأنتمنىكم كاملين تكونوا مزيانين اليوم ان شاء الله بغيت نشارككم مع عصير كيجي رائع كيجي بحل داناب اللي كيتبع لبرة كيجي زوين وتخدموه احسن في منازل ديالكم وتجربوه في شهر رمضان الكريم هاد العصير غدي نحتاجو فيه محد وقت الفراولة انا كن بدي بالعصائر متاع الموسمية يعني ما احد عدك هاي الفريز نحاولو نستغله بشتى الطرق وانا كيعجبني بسف العواصر هنايا غدي نحتاجو تقريبا ندرت واحد سبعمائة جرام ديال الفريز يعني هنا شوية كيمية كتيرة سبعمائة جرام ديال الفراولة اللي غسلتها وكما انتوفو حيه طلعها ربعة ديالها غدي نحتاج واحد ديال غورت انتع الفاني هنا خديت ربعة ديال التفاحات اللي قشرتهم ربعة ديال الحليب وسكر حسب الدوقة هما المقادر ديالنا ونمشيو حبيبتي لطريقة كناخدو الميكسور ديالنا كنديرو فيه اللوو التفاح ونديرو غي شوية حليب باش نطحن ندك التفاح نطحنوه مزيان غيبو حدوه مزيان مزيان تنتأكدو انك عم بقو نشدوك القيطع عاد غدي نضيفو عليهم الفريز على حسب الغرفة ديال لكم حال يرفض انا غادي ندير نصف الكمية باش نطحنوه بشوية بشوية ندير نصف الكمية ونخوع لي هنكمل هذا كنسترو ديال اللي حليب نكمله بهذا الشكل هذا نضيفو ياغورت انتع الفاني من الفوق دياله الياغورت دائما على شك نديرو كي يعطنوك القوام الكريمي وكيجير عسر ديالنا خاتر نضيف السكر سكر دائما كيبقى على حسب الضوء يعني كلي يبغي يحل احلاوه كيلي يبغي ينقس مهمة ومعينكم ميزانكم كنطحنوه كل شي كل شي بزيان شفو كيف يجال عسر ديالنا رائع وخاتر والديد بزيان نضيفو نصف الكمية دياله في واحد الغرفة او لا فاش مما خويتوه ونضيف الفريز اللي بقالي والحليب باش هكي يكون كل شي متجانس كما شتخويت غدي نضيف هذيك الفريز اللي بقاتلي ونخويع لي هذك مصطر ديال الحليب ونزيد عود ثاني السكر لاحقاش رح نزيدنا نزيدنا نفرضو الحليب نزيدو السكر سوف نميكسي وكل شي تخلط وهذا بزوج نمزجوهم مع بعضياتهم وهو العسر ديالنا واجد من احلى وقالد ما يكون سوف نزيدنا 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 حساب العائلة وكي يأتي خاطر ويأتي بنين وكما قلت لكم حاولوا تستغلوا الفواكه الموسمية على حساب ما قديتو ههو كيفاش كي يجي قدر خولكم في واحد الكاس باش تشوفوا القوام ديالو نتمنى يعجبكم هاد الفيديو حبيبتي و هاد العسر وتجربوه ضمن عصائركم الرمضانية الى عجبكم ما تبخلوش الياب لايكاتكم و تعليقاتكم الرائعة وكذلك ما تنسوش تفارتاجي و الفيديو مع اللي عزيزة ليكم اللي جديدة في القناة كم رحب بها وكنقولها ما تنسوش تفعلي الجرس الصغير باش توصلي بجديد الوصفات و الى اللقاء